من الأقوال الرحيمة جداً الحكيمة جداً لسيدنا أبو بكر الصديق يوم قال أربع من كنا فيه كان خيار عباد الله أنت من أخير عباد الله ولو فيك الأربع صفات دول من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعا للمدين وأعانى المحسن على إحسانه أربع صفات تبقى من خيار عباد الله من فرح للتائب الإنسانية والرحمة إن البني آدم ينفعل بقلبه ومشاعره للأحداث اللي في حياة الناس ومن لم يهتم بأمرنا فليس منا اللي مش حاسس بمعاناة الخلق هو مش واحد منهم مش محسوب عليهم وجزء كبير جداً جداً من قرب العبد من الله مرتبط بقلبه إلا على الخلق درجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ربنا يقوله فلعلك باخع باخع يعني قاتل باخع يعني هتوهلك قلبك لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً يعني فلعلك باخع نفسك أسفاً لأنهم لم يؤمنوا ويقوله سيدنا محمد إيه؟ يقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسارات ما تتحصرش عليهم يا محمد وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث لما دخل على واحد من اليهود طفل علشان كان بيموت فأبه الطفل ده نده النبي قال له تحضر موت الطفل ده فالنبي عسى والسلام دخل عليه قال له يا بني قل لا إله إلا الله فالولد نظر لأبوه كده فالولد قال له أطع أبا القاسم أيها فقال لا إله إلا الله فخرج النبي يبكي ويقول الحمد لله الذي أنقذه به حمد لله رب العالمين فكأني لما تسمع كلام سيدنا أبو بكر الصديق شفت واحد كان بعيد عن ربنا وتاب الطبيعي أن الإنسان يفرح لأن كان فيه واحد بعيد ورجع للأمان بابا ربنا الأمان وننساله كل تاريخ الوحاشة وكل تاريخ المعاصي لأن أنا وإنت معرضين بل أنا وإنت ممكن يكون مخفي عن الناس الوحاشة اللي هو مشهور بيها والذنب اللي هو مشهور بيه الفرحة للتائب وأقول لك بقى على سر ولا مش سر ولا حاجة مش ربنا بيفرح بالتائب فأنت لما بتفرح للتائب أنت بتبقى على مراد الله لأن الله يفرح بعودة التائب فإذا فرحت كنت على مراد الله كنت عبدا رباني حاجة تانية من فرح للتائب قال واستغفر للمذنب بدل ما بص على المذنب كده والدعي الفضيلة أقول إزاي بيعمله كده إزاي ربنا بموسع عليه ويعمل كده وكأني مستغرب بسبب الفضيلة اللي جوايا فابقى عنديش مئزاز من المذنب لا يا سيد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أيوة ماهو دا حضرتك دا دعاء سيدنا نوح اللي كان بيستغفر لخلق الله الأنبياء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ماهو دا سيدنا إبراهيم دعوته في سورة سيدنا إبراهيم فالطبيعي إن الإنسان يكون من ضمن استغفاراته يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لحبيبه المقربين مش عشان إحنا شايفين الناس بتعصي وده حكمنا على الخلق بأن كل ابن آدم خطاء فكلنا محتاجين كلنا نستغفر لبعض يبقى أربع من كنا فيه كان خيار عباد الله من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعها للمدين جزء من دعواتك إن ربنا يسد دين اللي علي دين لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار هم يخلي الواحد ما يعرفش ينام وذل لما الديانة تبقى بتجري ورا في كل حت تخبط عليه في كل حت فتدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك وعلى فكرة لما تدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك ربنا هيوفقك إنك أنت تسد ديون غيرك هيوسع عليك ويجعلك سببا في رفع وكشف الكرب عن الناس وكل ما تكشف كربة عن الناس من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة تبدأ بالدعاء إن ربنا يسد دين كل مدين قال وأعانى المحسن على إحسانه الله على الأخير أفكرت الأول من فرحة للتائب استغفر للمذنب دعا للمدين الرابعة أنت رجل طيب أعانى المحسن على إحسانه أنا أبقى مجرم لو استبحت واستغلت طب تجديده استعليك تعرف أنت هتروح بعد الطيبة واللطافة والكرم ده يبقى عندك تردد وشك في أن الأخلاق بتعيش الإنسان سعيد في تعبير كده قاسي جدا يقولك الكفران بالأخلاق يعني إيه الكفران؟ كفر عكس الإيمان الإيمان بالشيء يعني تصديقه أنا مؤمن أن الصدق نجال أن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام فلما صدقتك القول قلت لي شكرا أنك أنت كنت صادق معايا واحد تاني لما أنا صدقته القول ندمني أن أنا كنت صادق الطيبة بتخلي الإنسان باله مستريح ورحيم وإنما يرحم الله من عبادي الرحيم أنت كنت طيب أنا استغليتك وخليتك تربط ما بين الطيبة والإهانة كلما تبقى طيب معايا أهينك فأنت رجعت بيتك قلت إيه ده أنا قاني الأوان إن أنا أي حد يديقني أفرمه عارفت بيبدأ الكلام بقى يطلع بره الطيبة أنا لم أعينك على إحسانك بل أقولك لما أنت تعاملت معايا أنا سلبت منك كلمة طيبة والنظرة الرحيمة والجدعانة في الفلوس والجدعانة والسند لما احتاج لك سبب إن أنا كنت ناكل للجميل عكس بقى صاحبنا اللي عنده تقدير اللي لما يشوف منك موقف طيب يحسسك إن أنت الجنة في الدنيا شوف منك جدعانة يعد يشكر فيك لغاية ما يشبعك شكرانية وتقدير لفعلك وكما قال سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية أي تحية أي إكرام أي جدعانة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وأقل حاجة أو اردوها حتى تشجع الشخص اللي حياك سواء تحية سلام عليكم صباح خير أي أن كان أو حياك بأي عطاء فبيقولك بقى سيدنا أبو بكر الصديق إيه أربع من كنا فيه كان خيار عباد الله من فرحة للتائب استغفر المذنب دعا للمدين وأعانى المحسن على إحسانه ترجمة نانسي قنقر